أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين أتممنا في الحلقة الماضية موضوع أصحاب الكهف الجدلية القائمة بين النص القرآني والتراث المسيحي السورياني في إطار دراسة عبر سلسلة تخص البيئة التي دهر فيها القرآن وبما أن الدراسة ترتكز على كون هذا القرآن وثيقة أدبية وموروط عربي وصلنا من الأسلاف فلا شك أن يكون قد تأثر بمحيطه التاريخي والجغرافي طبعاً مفهوم تأثير مرفوض عند كل المسلمين باعتباره كلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون خاضعاً لتأثيرات بشرية تحكمها العادات والتقاليد والأديان التي سبقته بل بالعكس فهو النص الإلهي الذي يقدم حقائق الأمور ويجادلها في عقر جوهرها لكن الباحث الرسين لا يمكن أن يناقش الغيبيات وكل ما هو متافيزيقي يبقى دائماً في إطار ما لا يمكن إخضاعه للتحليل أو التجربة وعليه يمكننا فحص النص القرآني من الناحية الأدبية والثقافية أو الثقافة التي ظهر فيها بوسائل علمية حديثة أتبتت فعاليتها في كتب مقدسة سابقة فالقرآن كما رأينا في عدة حلقات سابقة ابن بيئته وليس غريباً على مجتمعه وبما أن المجتمع الذي ظهر فيه هذا النص مجتمعاً موحداً بالله يعرف التوراة والأناجيل والكتب المقدسة الأخرى فبالأولى مقارنته بيئة الثقافة التي ظهر فيها وليس بعيداً عن التوراة المسيحي كما رأينا في قصة أهل الكهف السوريانية وفي هذا الموضوع بعت لي مشاهد كريم على الخاص اسمه جبار بن يحيى بسؤال يقول هل هناك تفسير منطقي لورود ذكر مريم في القرآن على أنها أخت هارون طبعاً الأستاذ جبار طرح هذا السؤال من باب ما جاء في صورة مريم الآية 28 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً وكذلك في صورة التحريم الآية 12 ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا إلى آخره وكذلك في صورة العمران الآية 35 وبما أن هارون أخو موسى ومريم من درية عمران أو عمرام باللغة العبرية كما جاء في سفر الخروج الإصحاح 6 العدد 20 وعمرام بالميم في آخر الكلمة لها معنى كما رأينا في إحدى الحلقات عن إبراهيم كلمة أبرام معناها الأب الرفيع أو الأب العالي أصبح فيما بعد أبرهام معناها أبو الجمهور بينما كلمة عمرام مشتقة من كلمتين عم معناها شعب ورام معناها مرتفع وبالتالي يقول معنى الإجمالي شعب عظيم لكن السؤال المطروح ما دخل عمران أو عمرام هذا بمريم أم المسيح والفرق بين مريم أخت هارون ومريم بنت عمرام أكثر من 1200 من السنين بحسب التقديرات اليهودية معظم المستشرقين ذهبوا إلى أن هناك خلط وقع في نقل الشخصيتين مريم أم المسيح ومريم أخت موسى وهارون وقد سبقهم في هذا الاستنتاج رجال الدين مسيحيين في العصر العباسي أيام تدوين تفسيرات القرآن فحاول الفقهاء حل هذه المعضلة بتقديم فرضيات مختلفة محاولين ربطها بالمنطق أو بما جاءت به الروايات فمنهم من قال كالسدي على سبيل المثال إنها من درية هارون أخ موسى تقول يا أخى بني فلان أو للتميم تقول يا أخى تميم وللمدري يا أخى مدر ومنهم من قال سميت بذلك لرجل صالح من بني إسرائيل كان اسمه هارون وليس أخ موسى ومنهم من جعل هارون إنسانا عرف بفساد أخلاقه وانحطاطه كما ذكر الثعالبي ومنهم من أخرج أحاديثا ونسبها لصحابي اسمه المغير بن شعب شعبة حيث يقول الحديث كما جاء في تفسير الطبري قال أي شعبة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران فقالوا لي ألستم تقرؤون بين قوسين يا أخت هارون قلت بلى وقد علمتم ما كان بين عيسى وموسى فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم وفي رواية أخرى عن المغير كذلك قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حوائجه إلى أهل نجران فقالوا أليس نبيك يزعم أن هارون أخ مريم هو أخ موسى فلم أدري ما أرد عليهم حتى رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء من كان قبلهم إذن كما نرى التخبط والاختلاف في حل المعضلة ولكن هناك بعض الباحثين كالأستاذ جيوم دي من من استبعد احتمالية خلط الأسماء كما يظهر من خلال هذه الآيات لأن صاحب القرآن من غير المحتمل أن يخلط هذا الخلط الرهيب نظرا لمعرفته الجيدة بالجدليات اللاهوتية الصعبة في عصره فما بالكم بهذه المعلومات البسيطة التي يعرفها حتى الإنسان المتدين البسيط وليس رجل دين متمرس في خدمته فوجد الدكتور جيوم دي متوازيات موسى وهارون وأختهما مريم من جهة والمسيح يسوع عيسى بن مريم ويحنى المعمدان يحيى بن زكريا ومريم أم المسيح من جهة أخرى فربط بين الأسماء كإشارة للتقارب الرمزي بين معجزة ولادة المسيح من عضراء ويحنى المعمدان من ألي صباد زوجة النبي زكريا العاقر بحسب القرآن في صورة العمران الآية 40 وإنجيل لوقة الإصحاح الأول العدد 36 وهم أقرباء من عائلة كبرى واحدة فاقترح الدكتور جيوم عملية استبدال الأسماء من يوكيم والد مريم أم المسيح بين قوسين عمران بوالد هارون عمران وهارون بيحنى المعمدان وموسى بالمسيح عيسى ومريم أخت هارون بمريم بنت يوكيم بين قوسين بنت عمران وقبل أن نرى أهمية هذا الطرح من عدمه نقف هنا لتوضيح مسألة قد تكون عثرة لبعض الأحباء الذين يردون علينا فيما يخص اسم والد السيدة مريم أم المسيح وهو يوكيم قد يقول قائل من أين أتيت أو من أين أتى الأستاذ جيوم بهذا الإسم أليس من إنجيل يعقوب المنحول الذي لا تقبله الكنيسة المسيحية كإنجيل رسمي كباقي الأناجيل الأربعة الجواب نعم نحن لسنا بصدد تقديم هذا المصدر على أساس صحته أو عدم صحته ولكن من باب أن هذا المصدر من كتب الأبوكريفا التي كانت موجودة قبل ظهور الإسلام أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت أو توضحت نعود لطرح الأستاذ جيوم مسألة استبدال أسماء ليست مقنعة بحسب الكثير من الباحثين ولهذا يمكن التنقيب في الموروط السرياني المسيحي لعلنا نجد حلا لهذه المعضلة وبالفعل قدم لنا الأنتروبولوج الألماني جوزيف هينينغير في القرن العشرين كتابات بعض آباء الكنيسة السوريان كالراهب السورياني أفرهات أو فرهات عند الفرس وكذلك الأسقف غريغوريوس النيسي في القرن الرابع الميلادي وكلهما معروفان من قبل السوريان ففي وعدهما غالبا ما قارن بين المريمتين ولتكملة الموضوع انتظرونا في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة